بدأت تتوارد الأسئلة المتعلقة بالاحتفال برأس السنة الميلادية على مختلف المجالات والأصعيدة بحل مثلاً هذا السؤال هذا درجت الكثير من الشركات في أوروبا على أن تهدي وتعطي هدايا لعملائها ولعامليها ولمستخدميها تعطيهم بعض الهدايا قالت قال هذا السيد أعطتني الشركة التي أعمل فيها هدية هي فيها خمر خمر وبعض الحلويات وأيضاً لحم الخزير بهذه المناسبة وطلب مني زملائي وهم يعلمون أنني أرفض ذلك أن أعطيها إياهم ليبيعونها ليبيعوها فرفضت وقلت لهم هذا حرام ولا يجوز بيع الخمر لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ماذا تقول إذن هذه الأسئلة تبين لنا وجهاً آخر من الدعوة إلى غير الإسلام بطريقة محببة وهي الهدية قال رسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا والهدية تكون في رأس السنة لماذا هذه الشركات كلها إنما تعطي الهدايا وتعطي الترازياموة في آخر هذه السنة أي تستهل السنة القادمة بأجرة إضافية لماذا؟ لتبقى تنتظر دائماً هذه الأيام وتحتفل كما يحتفل أي هي دعوة غير مباشرة لتحب هذا اليوم ولكي يقربونك إلى الاحتفال به ولكي يذكرونك بأن هذا الاحتفال هو احتفال برأس السنة الميلادية ثم يقربونك أكثر ويقال الاحتفال بعقائد النصارى لأن النصارى هم الذين يعطونك ذلك ويقربون لك إلى اعتقادهم الحقيقي وهو إيمانهم بأن عيسى ويسوع هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة إذن كل هذا هي دعوة بالحكمة لأبناء المسلمين هناك ولذلك تأتي هذه الهدايا كلها في هذه الأيام فكيف يتصرف الإنسان في هذه الأيام حينما يعطى الهدية؟ طرز يما وهذا كشيش الله تبارك وتعالى حتى مشكلة هي أموال يصرفها الإنسان فيما يرضي الله تبارك وتعالى ولا يمكن أن يرفضها هذه مسألة معروفة لكن هذا النوع من الهدايا الذي يسأله عنه الأخ أو الأخت وتقول أهدت لي الخمرة وأهدت لي لحم الخنزير فالأصل أن لا تقبل ذلك وأن تعلن لهذا الذي يعطي الهدية أن هذا حرام وأنا مسلم أعلن على ولائك لهذا الدين وأن الخمرة هي أم الخبائث وأنها رجس من عمل الشيطان وأن لحم الخنزير هو رجس أيضا حرام على المسلمين أكله أو بيه من الأول من الأول تبين لماذا تسكتون عن الإفصاح عن دينكم أن يستحل إنسانه من دينه أنت فى رب أمرك أن تبلغ الدين حيث ما كنت وخاصة لأناس بعيدين عن الدين فكيف أن تتقبل منهم أياذا بالله هدية فيها خمر كأنه إنما يريد أن يستهويك ويميل قلبك لكي تفجر على العياذ بالله أليس الخمر هو باب الشر الأعظم لش تجبضه بعد أنت أصلنا لش تجبضه علاش قل له أنا مسلم أنا لا أقبل هذا ولو كان يجي يقولك وقد يبدل لك فلوس قل له ما تبدله ليش فلوس لو كان يجاب لك الفلوس من الأول لو أتاك بالمال بتداء لكن حتى يديه ويقولك هل أعطيك المقابل الفلوس لا لا أعطيتني مقابل الخمر الفلوس إلا غادي غادي تعطيني الهدية مقابل هذا الخمر أنا لا أقبلها لا أقبلها لو أوتيت الهدية تبتداء مالا وخ هذه اللولة إذن هذا الشيء بنسبة لك أما المسألة الثانية إن شاء الله هو أصحابك الآن يقولك وإنت ما تديش ما تديش وما ردتوش للشركة وما غاديش إن شاء الله تبارك وتعالى تشرب الخمر أعطيه النحن وهذا ليتطلب منك هناك من سيشرب الخمر وهناك من يبيعه الذي لا يشرب الخمر وكلاهما يقعان في نفس الجريمة والإذن الذي يشرب الخمر فقد تعاطى لأم الخبائث وفيها اللعن والذي يبيع الخمر فهو يأكل الحرام وفيها اللعن لعن الله الخمر بائعها مشكريها عاصرها معتصرها لن يشربها أما أنت إذا أعطيتها إياهم فتكون أولا قد قبلتها من رب الشركة وكان عليك أن ترفضها لتبين أنك مسلم هذا الإثم اللول والإثم الثاني أنك تعين هؤلاء على عب الخمر أو بيعها فتعينهم على الإثم والعدوان فالله يجزيك بإخير غير حملك الوالدين أردها المولاها إلا ما أقول تالوش أنا رافضها ما ترفدهاش قل لرب الشركة أن يأتي لكي يأخذها حتى باش ترفدها وتبشي أديها لهم فملعون حاملها حاملها راه ملعون يوسمعت ولم أقدرش تخلص منها بأي طريقة أما تعطيها لهم الله لكن على أساس أن تنوي وتقصد أن لا تعود لقبول هذه الهدايا المسمومة المحرمة التي تجرك عياذا بالله إلى ما هو أكبر من الحرام بارك الله نعم في هذه المناسبة التي يستعد الناس لإحيائها في الغرب ويستعد كثير من أبنائنا المهووسون المنهزمين نفسيين وثقافيا باتباع اليهود والنصارى شبرا بشبر والاحتفال بأعيادهم تسأل أحد الأخوات في أوروبا فتقول لقد طلب منا نحن الآباء إرسال أبنائنا الصغار كان الولد الجاليد عنده تلسنين ونصف فتم استدعاؤه باش نمشيوا للمدرسة إن شاء الله في نهاية هذه السنة للاحتفال برأس السنة الميلادية ونمشيوا إحنا الأمهات معهم ونشاركهم هذه الفرحة يجوز أم لا يجوز لا إله وبعد ذلك بعد ذلك يأتي الآباء ليسألونني ويقولون لقد ضاع أبناؤنا وضاعت عقيدة أبنائنا تلسنين ونصف ينبغي أن يكون المصدر الوحيد للتربية يمو المسلمة لأن في هذه السنة تتشكل شخصيته وتتشرب فطرته كل شيء يعرض عليه فهو الآن فطرته نقية طاهرة فاسقيها بماء طيب زلان وهو تربية إسلامية مصدرها الوحي لكي تنمي فيها ناوازع الخير أما هو مزانتريو صغير ومستعد لا تقبل كل شيء ثم تمنحونهم لهذه المدارس لتربية أبنائكم عياذا بالله على نوال وتحفظهم تلك الأناشيد التي تمجده نوال أنا سمعت لبعض أبنائي نقولهم أبنائي وليدات أحبابي ما في الخارج قلت لم أحلم الرديل وليه شيء قصيدة شيء ناشيد بالفرنسية أتعرفوا الناشيد واسمه هو هو الحديث عن نوال وتمجيده الله أكبر يحببون إليهم هذه العقائد عن طريق الأناشيد والرقص والحلويات والاحتفالات والجو الرومانسي ها والألوان والمصابيح ذات الألوان مختلفة والأصابة الشجرة والشموع والحلوان فأنت إن شاء الله تبارك وتعالى تسألونني أن تذهبوا مع الأولاد للاحتفال لا ينبغي أن تشاركوا فيه أبدا لأنه يكتسي صبغة عقدية هم يعرفون ما يصنعون هم يخططون هم ينظرون إلى المآلات وأنتم ونحن ننظر عند قدمينا عندنا عقيدة عندنا دين فبدل أن نكون نحن من نؤثر فيهم وندعوهم إلى الدين الذي هو الخاتم والذي أمرنا أن نبلغه للآخر إذا بنا عياذا بالله نفقد شخصياتنا وننظهر بالآخر ونصبح تابعين لمتبوعين ونذهب بأبنائنا ونسلم فلذات أكبادنا لمثل هذه الأفكار حتى تحبب إليهم في هذه المناسبات التي يجلب لها كل ما يبهر عقولهم وعينهم وهم في طراوط الفطرة لا 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 لن أترككم تفعلون ذلك عليكم أن تحذروا الناس من هذا مش يديروا أنتم ما تحذروا وإنني إن شاء الله أستغل هذه الفرصة وأتوجه إلى الأئمة والخطباء في غربة بإذن الله تبارك وتعالى والمحاضرين أن يوجه أبنائنا إن شاء الله تبارك وتعالى إلى سلوك المنهاج القويم في هذه الأيام حتى ليتها أبناؤنا ويرشدونهم إلى الحق وصلى الله وسلم على حبيبنا وحمدنا ترجمة نانسي قنقر